بحضرتكم مرة أخرى مع المرحب بداء الإسلامي الكبير فضلت الشيخ الأستاذ الدكتور أومر عبد الكافي مرحبا بحضرتكم مرة ثانية طيب الفرق بين النبي والرسول كداهما يوحى إليه نعم النبي والرسول كداهما ينزل عليه وحيا نعم سيدنا جبريل أيضا سيدنا جبريل ده هو شغلته أم سيدنا جبريل خاصة لا 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 سيدنا جبريل هو أمين وحي السماء لكل الرسل فهو عاصر من آدم إلى سيدنا محمد عليست ولما كانوا يشأل السؤال لا يجيب سيدنا جبريل أعطوا غير من النور لغا في الفوتي أم سأل أنت أي واحد كداه نقول سيدنا عليه السلام ولا نقول لجبريل وليه مش سيدنا سبحان الله هو مخلوق من النور وأنا مخلوق من طين أيهما أفضل هو لا يعرف أن يعصر الله جميل وأنا أعرف وأنا أعرف أن يعصر الله نقول سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا نص أم سيدنا واحد واحد مبرأ معصوم من الخطأ صحيح ينوخص صورة من عصمة الأنبياء بس العظم في الأنبياء أنهم بشر لأن هذا معصوم بعصمة الله بطبيعة لا يعرف المعصية لا يخطر بباله مثلا أنا جائع أنا عطصان أنا غاضب وذلك إيه ذلك ربنا راح بعث للأمم إيه بشر هم لا يعصون الله ما أمرهم لو نزل الملك لو كانوا نزل الملائكة يمشون مطمئنين في الأرض لنزلنا عليهم ملائكة رسولة عشان يعرضوا يكلموا بلهجتهم ما أنت يقول لك صوم رمضان يقول نعم يقولوا صوم رمضان أقول لا أنت عشان لا تأكل ولا تشرب ولا تعرف الغرائز أنت برحتك تتكلم برحتك يا عم لكن لا ماء بشر أكل وأشرب وأجوع وأعطش ويقول لك هذا الكلام فنطبقه على النفس الأول وهذه حكمة البشرية فكلاهما يوحى إليه ولكن الرسول يؤمر بتبليغ رسالة له رسالة يؤمر بتبليغها يعني النبي في ذاته مصلح بس ليست له لكن ليست له رسالة غم بتبليغ رسالة ليس له رسالة ولا شريعة وبالتالي ولا شريعة وذلك لما نقول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول نحفظها دي نعم نعيد على المشاهدين ليس كل يعني كل رسول نبي نبي وليس كل نبي رسول الرسول صاحب رسالة ومنهج وشريعة وكتاب وهو نبي رسول النبي نبي رسول أما النبي فليس له كتاب مصلح اجتمام تستطيع أن تقول كانت له أمارات مثلا يعرف بها كل الناس تعرف أن هذا نبي لأن له معجزات وللرسل معجزات الله أكبر لأن البشر يريدون شيئا يعني شيئا ملموسا سبحان الله وهو مما برع فيه القول طب هل مسألة الاستفاء هذه إلهية أم هي ملكات نفسية لا 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 الاستفاء الرسل بالذات هو اختيار إلهي اختيار رباني فيضع رب العباد بهذا الاستفاء هذه الملكات عند أنبيائه ورسله ليوافقوا هذا الاستفاء يعني ليس من صناعة البشر يعني سيدنا محمد مثلا لم يقوم نفسه لكي يكون نبيا في قبل الأيام لا 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 هو وضع فيه هذا الله هذا الأمر من بدايته يعني كان عنده ست سنوات وكان كعبة هدمت فكان الأطفال بفرصة أنه يتعثر في ثوبه فأرفع ثوبه أضع على كتفه وأضع على الأحجار فرأيت من فأحسسته بمن يلكوته يعني يكشف في كده ساقه يعني أحس أن حد لكزه يعني لكبه في نصر حديث أستر نفسك فتعثرت بالطفل وسمع ووقع من الخط فلما قمت سترت نفسي فلما بعث كان جرير يذكره ويقول أنا إن الله أرسلني أن أسترحك هو صناع على عين الله هذا هو الاصطفال هذا هو الاصطفال حتى اليوم اللي قال لصاحبه أنه هو بعين ونكب أعيننا هو بعين الله سبحانه وتعالى منذ ولادنا يعني ليس للبشر دخل في تسجية أنفسهم وفي تربية أنفسهم لا لا للبشر دخل لأننا نكلم عن خير البشر الرسل لا يقص عليهم لكن نحن كبشر يجب أن نزكي أنفسنا نزكي مش نزكي يعني نطهر أنفسنا ونجتهد ونحاول أن نستعى ما يرضى لها يعني